هلو افريون اليوم رح نتكلم عن رواية سكالة لتا اللي هي للكاتب الامريكي ناثانيال هلثورن اللي ولد عام 1804 وتوفي عام 1864 طبعا اهم شي انه نتعرف اولا على شخصيات هذه الرواية او الكاركترز تمام فعدنا اول شخصية اللي هي هستر براين هستر براين هي بطلة هذه القصة وايضا من صفاتها الجسمانية انه هي كانت امرأة شعرها اسود داكن وغزير ايضا طبعا هذه الصفة اللي هي مميزة عندها الشعر الاسود والداكن هذه الصفة كانت مميزة وتعتبر علامة من علامات الجمال في انجلترا بسبب انه كنا نعرف انه الانجليز بالصورة عامة كانوا يعني من صفاتهم الجسمانية انه هما يكونون اشخاص شعرهم يكون اشقر اكثرتهم يكونون شقر يعني فلذلك من يكون اكو شخص بياناتهم لون شعر اسود داكن وغزير بنفس الوقت يكون هذا الشخص جميل بالنسبة لهم ومميز ايضا فلذلك كانوا يعتبرون هستر براين فتاة مميزة وجميلة تمام الشخصية الثانية عندنا هو آرثر ديمستيل وآرثر هو شخص قوي وكانت شخصيته جذابة وايضا كان عنده منصب مرموق في المجتمع كان يعمل كوزير ورح نتعرف عليه بعد اكثر اثناء الرواية الشخصية الثالثة اللي هي شخصية بيرل بيرل اللي هي معنى اسمها هو اللؤلؤ هذه الفتاة اللي هي بيرل تكون بنت هستر تمام فبيرل معنى اسمها اللي هي اللؤلؤ يعني سميت بهذا الاسم لان اللؤلؤ يمتاز بالنقاء وهي الفتاة كانت نقية وما كانت تحمل اي ذنب تمام فلذلك سميت بالبيرل لان هي فتاة نقية مثل اللؤلؤ الشخصية الاخيرة هو روجر تشيلينغوث اللي هو كان زوج هستر برين تمام زوجها الشارع يعني روجر تشيلينغوث هو كان اكبر من هستر بكثير يعني يوجد فارق عمر بينهم فهذا فريق العمر اللي بينهم بين هستر وبين روجر سوى نوع من انواع الفجوة بياناتهم كانوا يعني بعيدين عن بعضهم البعض مو ازواج من صدق تمام فلذلك فرق العمر جدا مهم لكن بالعصور القديمة هذا الشي كان مو مهم يعني جدا عادي انه الفتاة صغيرة بالعمر وتزوج شخص اكبر من اتهب هو المهم خلينا هسه بعد ما تعرفنا على الشخصيات انه نبدأ نتكلم عن الرواية طبعا بدأت الرواية تفتح بوابات السجن وتخرج منها شابة ومعاها طفلة رضيعة عمرها ثلاثة اشهر ان حبست هذه الشابة في السجن من بدأة اعراض الحمل اتبان عليها يعني هذه الفتاة كانت حامل هي وبدأت اعراض الحمل اتبان عليها فلذلك تم حبسها تمام والطفلة هذه رضيعة اللي تحملها بيتها عمرها ثلاثة اشهر فقط فخرجت هذه المرأة من السجن وكان معاها حراس وكلهم كانوا متجهين الى منصة الاعدام اللي يعني منصة الاعدام اللي تكون في مكان عام امام العامة حتى يعني يتم محاكمتها طبعا يعني هما كانوا رايحين الى منصة الاعدام مو حتى يتم اعدامها وانما حتى يقررون شنو يكون مصيرها تمام المهم فيقولون يعني للحراس اللي بيتابعوها انه بامر من جلالة الملك ابتعدوا عن هذه المرأة تمام هاي من بعد ما يستعدون على منصات الاعدام يقولون الى الحراس انه بامر من جلالة الملك ابتعدوا عن هذه المرأة هذه الجملة بامر من جلالة الملك ابتعدوا هاي الجملة شنو معناها معناها انه وجودكم ما الى داعي لان هذه المرأة الجميع راح يشوفها ويلاحظ وجودها يعني وجودكم ما راح انه يخليها تكون متخفية من امام الجمهور الجمهور راح يشاهدها وهي في موضع الفضيحة يعني هي انسانة مفضوحة انه هذه المرأة فعلات شيء سيء فوجودكم ما راح يحميها من الخزي يعني هذا هو المقصد تمام طبعا خليني اتكلم شوي عن مجتمع اللي كانت عايشة به هذي الفتاة طبعا ما احقول اسمها لعنمود يعني يكون شوية كتشويق المجتمع اللي كانت عايشة به هذي الفتاة كان مجتمع محافظ تمام فهذا المجتمع المحافظ كنا نعرف انه المجتمع المحافظ عنده حلال وعنده حرام ومن هذي الامر تمام فبدأوا انه من شافوها يشتموها وهي ما كانت ابدا مهتمة لشتائمهم ولتجاوسهم عليها لان اساسا هي كانت مركزة على ايام طفولتها وايام شبابها يعني كانت تذكر ذكرياتها الجميلة بعض الاشياء اللي هي ذكرتها وتم يعني وصفها من قبل الكاتب بالرواية انه هي ذكرت الحجر الرمادي وتذكرت لحية ابيها البيضاء وانجلترا وبدأت تقارن بين مدينة بوستن وانجلترا هنانا رح نلاحظ انه هذه المرأة كانت هي في الاصل تعيش في انجلترا لكن هي حاليا في بوستن تمام طيب شو الشيء اللي صار خلاها انه هي تنتقل من انجلترا الى بوستن هذا الشيء رح نعرفها بعدي كان وجودها مثل ما قلت انه على المنصة ليس للتنفيذ حكم الاعدام وانما حتى يحددون عقوبتها من خلال اخذ رأيه العامة يعني يأخذون رأي الناس انه هذه المرأة شون رح تكون عقوبتها لذلك هنا الناس غادت تعرف شون طبيعة عقوبتها فيعني غادوا يعرفون هذا المرأة شنو مصيرها فالبعث قال انه يحفرون حرف اي على جسدها حتى تتعذب ويظل هذا الخزي والعار ملاحقها طيلة حياتها طبعا هنا انا اريد اتكلم على حرف الاي اللي هو من اهم الاحرف يعني من اهم من اهم الاشياء اللي انذكرت في هذه الرواية اول شي رح يجينا تساؤلات انه هذه المرأة شنو اللي سوتها حتى يعذبوها هيتش عذاب او حتى تموت او يتم معاقبتها طيب حرف اي الى ماذا يرمز او شنو معناه رح تكلم هنا عن حرف اي اللي مثل ماذا تشوفون انه هنا مواضح لكم بالصورة حرف الاي يشير الى هذه الكلمات المواضحة امامكم اللي هو هذه الكلمات كلها معناها حرف الاي تشير الى هذه الكلمات طبعا شو يعني ادولترس ادولترس بمعنى زانية ايبل اللي هي بمعنى المرأة يعني مثلا خنطيكم مثال معناها هذه المرأة لا يستطيع رجل مقاومتها يعني هذه المرأة متاحة لجميع الرجال او انه سهلة يعني بكذا معناه بمعنى منبوذة وانجل بمعنى ملاك طبعا هذه الكلمات جميعها تعني حرف الاي او تشير الها حرف الاي تمام طيب هنالا ليش نلاحظ انه اكو كلمات سلبية والبعض الاخر منها ايجابية مثلا عندنا ادولترس ايبل الينيليد هذان يكون هن كلمات سلبية لكن اينجل هي كلمة ايجابية معناها ملاك هذا الشي رح نكتشفه في نهاية الرواية انه لماذا حرف الاي يعني ايضا كلمة ملاك تمام خلينا نرجع على الرواية انه ايضا ناس غادت اه تسخم قطعة من الحديد وتضاع على جسدها والبعض الاخر صوت على حكم الاعدام انه يعني خلص هي اذنبت خلت انعدم وخلاص ماكو داعي انه يطبقون هذه الامور السادية الحريق ومن كذا الامور هذه اه لكن البعض الاخر تسائل انه هل اكو نص معين في الكتاب المقدس يؤكد على ضرورة قتل الزانية احنا هنا عرفنا انه هذه الفتاة مرتكبة اه الزنا انه سوي خطيئة لي خطيئة الزنا فهنان بعض الناس تسائلوا انه هل اكو نص في الكتاب المقدس ينص على ضرورة قتل الزانية اه الناس هنا شنو السبب انه هما تسائلوا اه هذا التسائل السبب انه اه بعض الناس كانوا خائفين على بناتهم لان يوجد احتمالية انه احد بنات القرية ترتكب هذه الخطيئة يعني انه كل البنات معارضات للوقوع في هذه الخطيئة حسب ما هما يقولون وهذه يعني اه حكم القتل رح يكون حكم عنيف جزيلا والناس ما تريد انه بناتهم مين عدمون صح فلذلك انه اه تسائلوا هذا السؤال اما السبب الثاني فهما كانوا خائفين على رجالهم لان المحكومة كانت اول من امرأة جميلة وثانيا كانت معروفة عنها انها ايبل مثل ما قالوا واي رجل ممكن انه يحظى بيها فلذلك انه هما تسائلوا اذا كان الانجيل ينص على او يؤيد اعدام الزانية اذا كان الانجيل يؤيد على اعدام الزانية ف يطبقون الانجيل او يطبقون الحكم مثل ما يقول الانجيل فهذا كان السبب انه اه بعض الناس سائلوا عن حقيقة هذا الموضوع اهنا نجي على اه بعيدا عن الناس اه سئلوا هذه الفتاة سئلوها اه من هو هذا الرجل الاثم يعني الرجل اللي هي مرتكبة مع اه الزنا من هو هذا الرجل لان يعني مو عدالة انه هي تتحمل نتيجة افعالها وهو لا لكن هي اه ترفض الافصاح عن اسمها ويعني كانت من فعلا يعني حتى لو يعزبوها حتى لا يسوينا معاها اي شي هي كانت فعلا رافضة الافصاح عن اسمها هنا نلاحظ انه هي فعلا تحبها لان هي مو مضطرة انه هي تتحمل هذا الشي لكن هنا يوضحنه انه بصورة غير مباشرة من خلال افعالها الكاتب حبي يوضحنه انه هي فعلا تحبه تمام لكن مع اسرارها انه هي ما راح تفصح عن اسمها يرجعوها الى الزنزانة بعض النساء تعاطفوا معاها وقالوا انه هي لا تزالت صغيرة بالعمر واكيد ممكن انه هي تكبر ورح تعرف الخطأ من الصواب فلذلك شافوا انه عقوبة العدام هو عقوبة جدا قاسية وهو امر مرفوض تمام طبعا الشي البشع في هذه الرواية هي طريقة تفكير المجتمع او الكنيسة بصورة خاصة لان سابقا المجتمع وخاصة القرى الصغيرة كانت تحكمها الكنائس يعني الدين يحكمها وليس الحكومة وليس السياسة تمام طبعا الطرق اللي كانوا والاساليب اللي كانوا يتبعوها هي اساليب كلش جدا خاطئة او خاطئة مية بالمية يعني مستحيل انه اي اله بالكون سواء كان رب العالمين او اله هندوس او المسيح مستحيل انه هما يقبلون بهكذا نوع من العقوبات السادية فلذلك مثل ما وضحت انه الكنيسة هي اللي كانت تحكم تمام فهنا نلاحق انه الشي البشر في هذه الرواية هي طريقة توصلهم الى الاتفاق مع هذه البنت يعني اتفقوا مع البنت هذه تمام اللي مرتكبة جريمة الزنا قالوا لها انه راح يطلقون صراحة وما راح يعاقبوها ولكن راح تكون هي عبرة لكل نساء القعية اي انها راح يعاقبوها يعني عقوبة مو بالجسد وانما بالنفسية واحنا كنا نعرف انه العامل النفسي هو اهم من العامل الجسدي لان ايش قد ما راح يعذبوها ايش قد ما راح حتى يحفروا على جسدها حرف الاي الجرح راح يشفى ويختفي المه تمام ولكن الروح منه تعاني وتتعذب هذا الشي ما راح ينسي تمام فلذلك كانت الشروط انه هي ما حد يتكلم معاها او يتعامل معاها او يشتري منها وراح تتعرض للإرهانة بكل مكان هي وبنتها وفين ان هذا اللي راح يصير وراح ترتدي الرداء مرسوم عليها حرف اي اوكي يعني حتى انه كل ما تطلع اه للشارع راح تكون انه هي اه بالنسبة للناس انه هي هذه المرأة الزانية لان هي مرتدي الرداء عليها حرف اي فكل الناس راح يعرفون انه هذه المرأة هي امرأة زانية وايضا اه هذا الرداء اه مدخلعة طول عمرها وتحيش بكوخ صغير مع ابنتها هذه كانت الشروط يعني باختصار تكون منبوذة من المجتمع طيب انتم من بعد ما عرفتوا اه هذه المقدمة راح تتساءلون اكيد عن هذه المرأة وشنو هي الاحداث اللي صارت قبل اه لا هي تدخل الى السجن يعني اكو غموض انتابكم فلذلك خلينا نرجع شوية بالرواية ونفهم القصة الحقيقية يعني طبعا انا هنا اللي هي بطلة الرواية تدعى هستر برين وهي امرأة متزوجة من رجل يدعى روجر هذول الزوجين يقيمون في انجلترا لذلك يعني هما كاي زوجين انهما يقررون القيام برحلة من انجلترا الى امستردام يعني هذي كانت الخطة انهما يسافرون من انجلترا الى امستردام زوجها اللي هو روجر يطلب منعتها انه هي تسافر قبل يعني تسافر اول شي حتى شنو حتى انه هو يعني يريد انه يرتب بعض الامور في انجلترا فطلب منعتها انه هي ايضا تروح الى امستردام وترتب بعض الامور في امستردام تمام اللي يصير شنو انه هستر فعلا تروح الى امستردام وتقيم هناك وتنتظر زوجها في بوستن لمدة شهرين يعني تبقى في بوستن لمدة شهرين هي تنتظر زوجها حتى انه يوصل لها لان زوجها بقى في انجلترا وهي الان في بوستن فمن بعد مرور شهرين ايضا تسمع اخبار بخصوص المركب اللي متجه الى امريكا يقال انه هذا المركب غرق وتحطم فهي حينها تتأكد انه زوجها توفى انه كان احد الركاب في هذا المركب المتجه الى امريكا ومن هنا تبدأ احداث الرواية طبعا هستر هستر برين تقيم في بوستن في قرية تمام طبعا خلينا نجي شوي نتكلم على طبيعة هذه المرأة اللي هي وكيف انه هي تأقلمت مع قرية انه هي فتاة او امرأة كانت تعيش في دولة مثل انجلترا تمام وتأتي الى قرية في بوستن تعيش بيها ناس مختلفين عنها تماما طبعا هستر كانت امرأة عصرية وهي معتادة على حياة المدينة يعني والانفتاح وما الى ذلك فمن تسكن في هذه القرية تعاني بسبب اختلافها عن محيطها يعني الناس اللي حولها كانوا مختلفين جدا عنها هي انسانة منفتحة ويعني نساء القرية كانوا متدينات ومثل ما قلت سابقا انه كانت الكنيسة هي اللي تحكم هي اللي تشرع القوانين وتسوي قصاص فلذلك الناس كانوا مرتعبين من فكرة الخطيئة والذنب لان يعرفون انه العقاب اللي ينتظرهم من الكنيسة شنو يكون وش قد رح يكون قاسي تمام يعني كانوا الناس مثل ال followers تمام ال followers طيب هذه المرأة اللي هي هستر برين تتعرف على شخص ويعني باعتبار انه زوجها متوفي فهي تريد انه تستمر في حياتها اوكي فتتعرف على رجل وهذا رجل هو رجل اعستقراطي غني رح اكشف عنها يعني بعد شوية فمنت تعرف علي تقيم مع علاقة غير شرعية وتصير حامل من عنده تصير عدها بيبي فلذلك الكنيسة تعاقبها وتسجنها ويحاولون انه هما يعاقبوها مثل ما وصلنا لما خرجت هي من السجن ويحاولون انهما يجدون عقوبة مناسبة لها اوكي فهي هذه هستر بري اقامت علاقة غير شرعية مع رجل وسارعتها طفل من عنده ولذلك قررت الكنيسة انه يتحاقبها باختصار انه هي قصة هذه المرأة طيب خلينا نرجع الى هستر من كانت على منصة الاعدام من كانوا يحاولون انهما يجدون لها عقوبة مناسبة طبعا من كانت هستر على منصة الاعدام هي المفاجئة يعني انه شافت زوجها الشرعي اللي هو روجر شافتها بين الناس شافت وجه هي حاولت انه تعطي ردة فعل انه كانت مصدومة انه عبالها زوجها متوفي لكن هو اشار لها بايده وضع صبع على انفه حتى هي تسكت وما تتكلم مرد انه يفصح عن هويته فهنانا نفسهم انه زوجها على قيد الحياة طبعا خاني اتكلم على زوجها شوية انه هو روجر هنا زوجها هو كان مو طبيب وانما عنده معرفة بالعشاب يعني كان شخص متعلم يعرف بالعشاب فهو من وصل الى يعني هي كانت تعتقد انه متوفي من وصل الى بوستن هو كان يعرف انه هي يعني شون انه عبالها ميت اوكي عبالها هو متوفي فمن وصل الى بوستن قرر اكتشف انه هذه المرأة اللي هي زوجته يعني عدتها طفل من رجل اخر وهي الان في السجن فقرر انه يعني يتصرف بطريقة انه يخفي هويته لانه ما كان يريد انه يشحر بالعار والخزي ويعني كان الناس تعرف انه في بوستن من شخصي رادي تعالج يقولون انه هذا الرجل هو طبيب اعشاب اوكي اللي صار شنو انه روجر من بعد ما عرف انه زوجته يعني من بعد ما سوري هي وعرفت انه على قيد الحياة قرر انه يزوها في السجن ولان كانت سبب انه يريد يزوها في السجن لان الطفلة بيرل هي بنت هستر طبعا بيرل هي بنت هستر انتو رفون انه شنو السبب هي يعني الكاتب قام بتسميتها بيرل لان هي كانت صح انه هي لقيطة لكن هي كانت طفلة ما الهدنب بالشي اللي صار هي طفلة ما الهدنب بالفعلة اللي فعلتها امها وابوها هي انسان نقي وبري فذلك الكاتب قام بتسميتها بيرل المهم كانت هذي الطفلة اللي هي بيرل تعاني من طفح جلدي فيقرر انه هو روجر يزور زوجته اللي هي هستر في السجن يعني حتى انه يعطيها وصفة فيذهب الى الزنزانة ويحاول انه هو يبعد الحارس مع الزنزانة حتى يريد يتكلم مع هستر طبعا اكيد اكو هواي مواضع لازم انه ما يتكلمون بيها فلذلك رأيت انه يبعد عن الزنزانة فقال للحارس انه الطفلة هذه تسكن فيها ارواح شريرة وهو موجود هنا حتى يضغط هذه الارواح فلذلك من هذه الارواح من تخرج من جسد هذه الطفلة راح تبحث عن جسد حتى تدخل به فهنانا الحارس راح يتعب ويروح هنا روجر يقتلي بزوجتها اللي هي هستر ويحضر لها شراب ويعطيلي هستر هنا هستر هي تخاف وتعتقد انه هذا الشراب مسمون وتقول لي انه اذا تريد تقتلني مجرد تتكلم لكن هنا هو شي يساوي هو يطمئنها ويقول انه شراب الموت هو السكينة والهدوء وانتي لا تستحقين هكذا نهاية وانما حياة بائسة مليئة بالشفقة والعذاب وايضا طلب منها عدم الافصاح انها ويته وما تقول للناس انه هو يكون زوجها لان مثل ما وضحت انه هو مايريد انه يحظى بحياة مليئة بالشفقة والعار والذل هنا يسألها زوجها عن هوية عشيقها يعني يسألها من هذا رجل اللي انت خنتيني معه ولكن هي اقسمت انه ما رح تكشف عنه ولكن هو طبعا روجر كان دائما طول الرواية اكثر عبارة ردتها هي بمعنى بمعنى انه يعني ما رح اترجم الكوميها حرفيا ولكن هذه العبارة اللي كان يردتها روجر بمعنى انه يعني انت شنو اللي تردين تواصلي له هو اول و تالي رح نعرف هذا بالعراقي هو اول و تالي رح نعرف انه ما رح تقدرين انه انت تحمي اكثر هو رح يكون رح نعرف تمام بعد خروجها من السجن اللي هي هستر تعمل كخياطة حتى اتعيل نفسها وبنتها ايضا و غريب بالموضوع انه سيدات القرية يبدؤون انه فعلا يتعاملون معاها ويحبوها تمام لان هي كانت امرأة يعني هنه نساء القرية تخيضوا انه نساء القرية اللي كانوا يردون موتها بدأوا انهم يحبوها ويتعاملون معاها ويشترون منها امرأة مثل هستر كانت اخلاقها باغية على فعلتها يعني هي كانت امرأة خلوقة تمام فهموا منتقربوا من عدها وشافوا انه كم هي امرأة خلوقة رزنة فهموا انه هذه المرأة تستحق فرصة فلذلك بدأوا انهم فعلا يحبوها بعد مرور الزمن بيرل تصير ثلاثة سنوات اللي هي بنت هستر وطلبوا منها القضاء طبعا تخيلوا من بعد مرور ثلاثة سنوات القضاء او الكنيسة انا مرح اقول قضاء الكنيسة بعدهم يسعون وراء هستر حتى يخربون حياتها يردون يدمروها فمن بعد ما تصير هستر امرها سوري بيرل يصير امرها ثلاثة سنوات الكنيسة تطلب من هستر انه هي تسلمهم بنتها حتى يعطون بنتها اللي هي بيرل يعطوها لعائلة اتربيها بسبب شنو؟ بسبب انه هستر اتها ماضي وسمعة سيئة ومستحيل راح تقدر انه هي تربي طفلة على مبادئ حسنة طبعا والبنت بريئة من افعالها ولكن بريئة من افعال والدتها ولكن هذا هو بعد هم يعدون انه يأخذون الفتاة لكن هنا قالوا الهستر انه اذا سيئة وبرل بضعت اسئلة وبرل اجابت على هذه الاسئلة راح يتركوها مع والدتها طبعا كانت هذه الاسئلة جميعها اسئلة دينية واكيد يعني اسئلة خصة دين اكيد انه هي البنت كانت صغيرة مجرد انه هي عمرها ثلاثة سنوات فاكيد ما راح تقدر انه هي تجاوب على هذه الاسئلة فلذلك قرروا انهما يأخذوها المفاجئة انه احد الاشخاص المرموقين في المجتمع وهو يدعى ارثر قال انه من المفترض البنت اللي هي بيرل تبقى مع والدتها لان بيرل هي ثمرة اسمها ورح تبقى طول عمرها تتذكر فعلاتها وماضيها اذا كانت بنتها امامها طبعا هذي فعلا مش هات نظر صحيحة انه بيرل هي ثمرة الاسم اللي ارتكبتها هستر فاذا اخذوا بيرل من ادها راح تكون هي ممكن ان هي تعيش بسعادة او تنسى الاسم مالتها فلذلك انه قال انه لازم انه هذي البنت تبقى مع والدتها حتى هي امامها وتتذكر اثمها في كل مرة تنظر به الى بنتها اهنان اللي يصير انه فعلا يقتنعون بكلامه ويتركون البنت مع والدتها يعني تبقى بيرل مع هستر هنا راح اطرح سؤال انه هل هذا الرجل اللي يدعى ارثر هو فاعل خير او شار هل هو ساعة هستر حتى تكون مع بيرل ام هو فعلا يحاول يعاقبها بوجود بنتها انتو شنو جوابكم طبعا اني جواب الكاتب وجوابي انه هو اكيد حاول يساعدها لان اساسا هو الاب يعني هو حاول انه يساعد بيرل حتى تبقى مع هستر لان اساسا هو يكون ابوها يس ارثر يكون ابوها لبيرل هو رجل اللي اقام علاقة مع هستر كل هذه المدة واللي تم اخفاء هويته فهو من فعل هذا الشي امام الناس وقناعهم انه بيرل تبقى مع هستر كان هذا فعل خير هو دا يساوي لها انه يعيد انه البنت تبقى مع امها يعني هو ساعتها طبعا خلينا اتكلم شوية على ارثر ارثر هو مثل ما وضحت انه رجل قوي شخصيته قوية جذابة وهو رجل مرموق في المجتمع عنده مكانة مميزة في المجتمع فمثل ما وضحت انه كيف كلامه ووجهة نظرة اثرت فعلا في الاشخاص الموجودين معه فهذا الرجل كان هو وزير كانت عنده سمعة قوية ومجرد انه يعني تم الكشف عن هويته كل هذه السمعة راح تروح تختفي فهنا يعني يحب هذه المرأة ليش يعني قام باخفاء هويته يعني مثلا هي قامت باخفاء هويته وما قالت للناس عنها لان هي تحب ها هي وضحت انه تحب بهذا الشي تمام طيب هو هو ليش ما قاعد يعترف بذنبه امام الناس ويقول انه اني الرجل المذنب ايضا واني اللي ايضا استحق العقاب هو مو لان ما يحبها ما يكشف عن هويته بالعكس وانما هو فعلا كان يحبها والعلاقة اللي بيناتهم ما كانت علاقة عابرة ولكن فعلا هم يحبون بعضهم البعض ولكن هو من رح يكشف عن هويته رح يفقد مكانته الاجتماعية كوزير بذاك الزمن وايضا في ذاك الزمن الرجل الحقيقي تكون عقابة او عزلتها تكون بسكوتة وليس بكثرة الكلام والتبرير يعني كانوا يشوفون انه الرجل انه اللي يقوم بتبرير افعاله هو مو رجل يعني هذي كانت نظرتهم الغريبة صراحة فلذلك هذي من الاشياء اللي خلت انه ما يكشف عن هويته تمام ولكن اه هو ايضا دفاع الثمن بصحته ونفسيته هو كان يعاني فعلا من ضغوطات نفسية وامرات في القلب وكان اكبر عذاب بالنسبة الي انه هو كان يشوف بنته تكبر امامه وهو ما يقدر انه يعترف الها انه هو ابوها ما كان يقدر انه هو يحضنها او متقرب مو متقرب وانما كثير يحاول انه هو يساعد هستر فهذا الشي كان مثير لراهبة انه هو ليش مهتم لهذه المرأة فهنانا روجر يبدو انه يشك في امر ارثر انه هو الاب فلذلك يحاول انه يتقرب منه حتى يقطع الشك باليقين فتسوق حالة ارثر انه مثل ما ونضحت انه شخص مريض ويحتاج الى طبيب فلذلك روجر كان يستغل مهنته ويتقرب من ارثر حتى يكتشف الحقيقة طبعا روجر كان يصنع الشراب من العشاب لارثر حتى تصبح حالة افضل ولحد يعني لحد ما هو هو ارثر مريض طريح الفراش واللي يهتم به هو روجر يحضر لشراب وما الى ذلك ولكن هو صح انه عند الشك فيه ولكن هذا الشك ما تم قطع باليقين يعني الى الان هو مجرد شاك بي تمام في احد المرات يقول الطبيب لارثر انه انه هذا المرضك يعني روجر يقول لارثر انه هذا المرض مو علا جسدية وانما هو علا روحانية وطلب وطلب منه انه يروح للكنيسة ويعترف بخطاياه لكن هنا انه آرثر يطلب منه ما يدخل بحياة الشخصية ولا يدخل بخطايا فالطبيب اللي هو روجر يضع يده على صدر آرثر ويوخر القميص يلاحظ انه حرف اي محفور على صدر يعني حرف اي محفور على صدر آرثر فهنان يفهم من هذي الشي انه آرثر هو الاب اهنان هو رح يتأكد انه آرثر هو الاب وهو اللي كان حافر يعني آرثر هو اللي حافر هذا الحرف على صدره لان كان يعاني من عذاب الضمير كيف هستر اللي هي حب حياته تعاني كل هذه المعانات وهو لا فقرر هو اللي يعاقب نفسه هو اللي يأذي نفسه حتى لو يعني العالم ما تحكم عليه الناس مت متعاقب هو يعاقب نفسه فهنان مثل ما وضحت انه من خلال الحرف عرف الطبيب انه هذا الرجل يكون عشيق استر فلذلك بدأ انه يعطي ادوية مضرة عشاب مضرة تضاعف من حالته السيئة يعني كان يريد انه يقتله باختصار المهم انه هستر تقرر انه تأخذ بنتها وتروح الى اوروبا يعني هي خلاص انه بنتها كبرت وصارت عمرها سبح سنوات وكان من المقرر انه هما يسافرون من بعد اربعة ايام يعني من بعد اربعة ايام من قرارها بالرحيد هي تسافر فطبعا هذا الاتفاق انه مو فقط هستر وبنتها يسافرون وانما حتى ارثر كان من المفترضون انه يكون معهم يعني ثلاثتهم يهربون مع بعض فتنزع هستر واخيرا تنزع ردائها اللي منقوش عليها حرف ايام وطبعا هنا هي تشعر بالحرية لان خلال كل هذه السنوات هي ترتدي وابد ما نزعتها لكن الغريب بالموضوع انه البنت اللي هي بيرل ما قدرت انه تتعرف على والدتها من نزعت الرداء وبدت انه هي تبكي وتريد والدتها يعني انه ما قدرت انه تتعرف عليها بلخص انه هي فتحة شعرها ونزعت الرداء فما قدرت انه هي تعرف والدتها فبدأت تبكي من رجعت ارتدت الرداء ورفعت شعرها اهنان البنت قدرت انه هي تتعرف عليها وهذه رسالة من الكاتب او رمزية حتى يوضح مدى عمق الرداء وتأثيرها على حياة هستر وبنتها وكأنه صار يعني جزء منهم كأنه يعني كأنه مثل انفها او عيونها او فمها مجرد انه تتخلى عنهم رح تتعقل هوياتها وتحتاج تفسر نفسها انها هستر تمام؟ مجرد انه هي يعني الرداء كان مثل شيء ضروري فيها مجرد انه هي تتخلى عنها او يتخلى عنها رح تضطر هي تفسر نفسها للعالم تفسر انه هي هستر مغير شخص فهذا يعني رسالة جدا جميلة من الكاتب على مدى عمق الاشياء وتأثيرها فينا وبالناس اللي حاولنا تمام؟ فهنانا نرجع الى غواية ارثا يأجل الرحلة لأنه يعني رح تصير انتخابات في القرية وهو يريد انه يصعد على المنصة ويلقي كلمة بمناسبة هذه الانتخابات ولكن في الحقيقة هو يريد يكشف عن حقيقته امام الناس يعني يريد يقول امام الناس كلهم انه انا الشخص اللي تبحثون عنه كل هذه السنوات انا الشخص الزاني ولكن للأسف يموت ارثا بسبب المرض قبل الانتخابات يموت مع سرعة يعني قبل لا يكشف هويته يتوفى طبعا بمرض الأيام زوجها ايضا يموت اللي هو روجر لسبب الماء وهناما يتساءل النقاد انه هل زوجها اللي كان يستحق العقاب ام ارثا اللي يستحقه وزوجها اللي يحاول يقتل ارثا او ارثا اللي هو ارتكب خطيئة الزنا اللي هي رب العالمين يعاقب عليها ليس الناس يستحق هو العقاب فهناما النقاد تسائلوا عن هذا الشيء والجواب لكم ولكن هذه الأحداث ما منعت هستر انها تحقق طموحها فلذلك اخذت بيرل ورجعت الى اوروبا وهناك تزاوجت بيرل من رجل اوروبي ارستقراطي اما هستر فهي رجعت الى بوستن نفس هالقرية وعاشت في نفس الكوخ تخيلوا وكانت هي وحيدة وإلى الابد عاشت في هذا الكوخ وماتت فيه ايضا هنانا يعني في شيء جدا غريب انه هي كانت تحاول تخرج من هذا المجتمع اللي هي عانت منه المجتمع اللي راد موتها تمام او راد نهايتها اللي عرقل حياتها ويعني خلاها تعيش في عذاب لكن في الآخر من بعد ما بنتها كبرت وتزوجت هي قررت انه تعود طيب شمالسبب؟ السبب انه هذا كان مكان اللي هو بوستن بوستن هو المكان اللي هي تنتمي الى هي ما تنتمي الى اوروبا لان ما عندها شيء تملكه في اوروبا هي فقدت كل الاشياء اللي تحبها في بوستن آرثر موجود في بوستن تمام؟ بنتها ولدت في بوستن وايضا عانت في بوستن فهي هذه المسيرة حياتها كانت في بوستن هي كانت لا شيء قبل بوستن فهذا اللي يحاول انه يفهم انه يا الكاتب على مدى عمق المكان في نفس هستر انه هي تنتمي للمكان اللي موجود في آرثر هي لا شيء بدون آرثر هذا الشيء اللي هو حب انه يوضحها فتموت هستر ايضا تموت ويقررون نساء القرية انه اخيرا يغفرون الها وصنعوا الها قبر من البلاط ودفنوها وحفروا على قبرها حرف A طبعا هنا انا انا هذا حرف A اللي هنا اريد اتكلم عنه يقال يعني انه هذا حرف A اللي تم حفر على قبرها بمعنى Angel يعني حسب ما وضح الكاتب انه هي بمعنى Angel وليس Alienated بمعنى Angel ملاك So هذه هي نهاية الرواية نتيحة سنتكلم على Themes اللي موجود في هذه الرواية اول شيء يعني هو اكو هواي ثيمات تخص هذه الرواية ولكن اهم اثنين هي Shaming and Social Stigma والSin عندنا اول شيء اللي هو Shaming and Social Stigma اللي هي طبعا social stigma بمعنى وصمة العار الاجتماعية اه هنا نلاحظ انه Shaming او الخزي او العار هذا الشيء جدا واضح في الرواية يعني لا يحتاج الى توضيح طبعا هنا تتكلمون عن اه اه الخزي اللي عانت منه Hester تمام؟ وكيف انه هي اصبحت منبوذة من قبل المجتمع وما حد يتعامل معها وكيف انه الاثم اللي هي اعتكبتها اه راد انه ينهي حياتها تتكلمون عن هذا الموضوع وكيف انه المجتمع في ذلك الوقت كان مجتمع متزمت مجتمع اه اه فالو يعني شانا اقول فالوورز تمام؟ اتباع كانوا اتباع للكنيسة لحماقات الكنيسة في ذلك الوقت وكيف انه الناس كانوا اه غير متعاطفين اه غير متعلمين وهذا الشي قادهم الى اه انه هم يحكمون على غيرهم ب اه بهكذا اه نهايات انه هذي المرأة تتكبت الزنا انه خلص لازم تموت فنلاحظ انه كيف المجتمع كان مجتمع سادي قاسي اه اهم شي انه مجتمع غير متعلم وهذا الى دور رئيسي جدا في اه معاناة الناس مع المجتمعات الغير متعلمة طيب الثيم الثاني اللي هو السن الاثم الاثم هنا تتكلمون على الاثم اللي هو الزنا اللي ارتكبته اه هستر برين تتكلمون عن مدى تأثيرها على حياتها انه كيف هي عانت بسبب هذا الاثم بصراحة طيلت حياتها حتى من بعد ما ماتت عانت من هذا الشيء فببساطة انه تتكلمون عن هذا المواضع الى هنا تنتهي محاضعة اليوم اتمنى تكونوا استفادت واستنتعتوا في نفس الوقت thank you so much guys and goodbye بسيطة بسيطة